حذر القيادي في تحالف القرار العراقي أحمد لمساري من تأخر تشكيل حكومة بسبب الخروقات التي شابت عمليات الفرز الإلكترونية وطلب بإعادة العدل والفرز اليدوية وقال لمساري أن عمليات التزوير والخروقات بالنظام العدل الإلكتروني واعتراض الكتل السياسية سيعد لنا سيناريو تأخير تشكيل الحكومة كما حصل في عام 2010 كشفا عن وجود توافق وتقارب بين تحالفه مع تحالف سيرون والنصر بالإضافة إلى كتل أخرى تمهيدا لتشكيل الحكومة